ممكن زمان كده وإحنا في المدارس كنا بنقرأ على ظهر الكتاب أو حتى على صور المدرسة جملة مهمة جدا تعليم في الصغر كان نقش على الحجر جملة بسيطة لكن هي مهمة جدا لأن كل حاجة كنا بنتعلمها في مراحل مبكرة بتفضل معانا مكملة طول حياة فأكتر من مصدر الطفل بيتعلم منها ممكن بيتعلم في البيت، بيتعلم في المدرسة، بيتعلم كمان في المجتمع المحيط بي دور الفن دور مهم جدا وده طبعا هيكون محور فقرتنا النهاردة وبنتكلم على دوره في تنشئة الطفل إزاي حتى بيكسبوا كتير من الأدبيات والأخلاقيات فهنحاول نتكلم على عرض مصرحي مهم لأنه هو موجه للأطفال في المقام الأول بيحمل رسالة همة مصرحية محل لعب هنتكلم عن كل التفاصيل الخاصة بيها مع ضفنا الناقد المصرحي لأستاذ محي إبراهيم أهلا بيك يا أستاذ محي أهلا بيك أهلا بيك من عورنا وصرفنا ربنا يبارك فيك النهاردة احنا على موعد لقاء مع الطفل الطفل اليومين دولي اللي هو مختلف تماما عن طفولتنا احنا أو جيل حضرتك أو أي جيل الدنيا دلوقتي مختلفة تماما لأنه فيه مستجدات فرقة في عقلية الطفل النهاردة هنتكلم على مصرحية خاصة بالطفل وعايزين نشوف ازاي المصرحية دي بيتوصل رسالة معينة أو حتى فكرة محل لعب اللي هو اسم العرض المصرحي الحكمة والهدف منه ايه وازاي يوصل لجمهوره من الاطفال العرض برغم الامكانات المحدودة للمصرح انا شايفه جيد وبعدين بيتزامن مع اليوم العالمي للطفل اللي هو هيبقى في يوم 19 نوفمبر تحضرتك عارف ان فيه اربع تيام للطفل ثلاثة عالميين واحد وطني اليوم العالمي للطفل 19 نوفمبر اليوم العالمي لطحايا الاطفال في الحروب يوم 3 ديسمبر اليوم العالمي لزاوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر آسف اليوم العالمي لضحايا الاطفال في الحروب يوم 4 يونيو 4 يونيو اليوم العالمي لزاوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر وعندنا يوم وطني الدولة المصرية هي الوحيدة اللي عاملها اللي هو يوم اليتيم في الجمعة الاولى من يوم فالعرض المصرحي او المصرح في عروض النهاردة بتتزامن مع اليوم العالمي للطفل اللي هو حيبقى يوم 19 مبارد العرض هو خيالي أسطوري المعيد اللي هو المخرج الأستاذ إيهاب ناصر يعني بزى المجهود طيب في الاعداد والإخراج بصراحة لكن ليه ملاحظ عليه هو المعيد ومخرج وممثل والممثل وهو ممثل شاطئ ثلاث أدوار ثلاث أدوار إعداد وإخراج وتمثيل انا كنا اتكلمنا قبل كده عن سطوة الإعداد ولابد من مؤلف الإعداد كان جيد أنا أراه جيدا ولكن ليه عليه ملاحظة اني اتقال انه عن قصة الأميرة والوحش ولم يذكر اسم المؤلف صاحب الأميرة والوحش لاني ما فيش قصة اسمها الأميرة والوحش فيه الجميلة والوحش لكن ما فيش الأميرة والوحش لكن هو ما كانش هيقلل من قيمة الإعداد بصراحة الإعداد جيد يعني ومختصر ما كانش هيقلل من قيمة الإعداد أبدا انه يقول إعداد عن فيلم شريكتو اللي هو بتاع ويليام استيك ويليام استيك مؤلف ورسام كريكاتير أمريكي تولد سنة 1907 ومات سنة 2003 وهو صاحب فكرة شريك أو المرعب باللغة الألمانية شريك يعني المرعب باللغة الألمانية فما كانش هيقلل أبدا من قيمة الإعداد المخرج أنه يذكر لأن إحنا بنيجي بعد فترة من الزمن بنجد أن فيه حدي بيجي يتكلم عن المسرح الأطفال في مصر يعمل دراسة أو يعمل رسالة ماجستير فلابد أن يكون حيتعب في الحتة دي طبعا لابد هيبقى شيء مش منطقي يعني لابد أن كل شيء يبقى مكتوب زي ما هو اتاخذ بالزبط فيه ناس بتعمل رسالة ماجستير نهارده كليات المسرح في مصر كتيرة جدا أنا لما أجي أعمل رسالة عن المسرح في مصرح الطفل مثلا وجدار على إعداد الأميرة والوحش اللي عارف لها مؤلف ولا لقي الرواية الرواية مش موجودة أساسا فيه الجميلة والوحش دي حدوتة تانية إنها مفيش الأميرة والوحش يعني هنا اللي بيعمل دراسة هيبقى عنده أوجه قصور نتيجة بحثه عن حاجة مش موجودة وحيستثني ده فهيسقط هذا العمل من التاريخ لأنه هو الأكاديمي بيؤرخ الأكاديمي بيؤرخ بيقول إن مصرح الطفل مثلا سنة عشرين 2020 كان فيه واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة واخد بال حضرتك فأنت بتعمل حاجة مش مكتوب لها طول البقاء بعمل حاجة مش مكتوب لها طول البقاء تاريخيا إنما العرض لا يقلل هذا من قيمة العرض ومن قيمة المجهود الذي يبزل في العرض واخد بال حضرتك فإحنا كنا بنقول بنعيد تاني أنه لابد لابد أن نخرج برع عبائة الإعداد المصرحي ونجيب مؤلف لابد من المؤلف النهار ده إحنا عندنا مصر تحديدا هذه الأمة العظيمة هذه الأمة العظيمة عندها أحداث كثيرة جدا جدا وما عندناش مؤلفين تكتب لنا الأحداث دي لا خيال علمي ولا عايزين عندنا أزمة في الكتابة للأطفال في الكتابة للأطفال طبعا مش مصرح بس يا سيد موحي أعتقد حتى برامجيا ما عندكش البرامج حتى اللي بتخاطب الطفل سينمائيا حتى دراميا في يعني أوجه قصور الحقيقة متعلقة بالطفل بتاع اليومين دول فهو مش قادر يتلقى رسال زي ما كنا بنتلقى إحنا في أجيانها المختلفة كنا بنتعلم من برامج الأطفال حتى المصرحيات وغيرها صحيح حاولنا حضرتك على حكاية جميلة جدا إحنا أطفال كان فيه مسلسل للأستاذة سميحة عبد الرحمن مؤلفة أي كلام ده كان زمان عملت مسلسل اسمه وليد ورندا في الفضاء بتاع الله يرحمه الأستاذ ممدوح عبد العليم خيال علمي سبقت عصرها ما قلدتش حد خلانا كان فيه لعب بتتباع في المحلات اللي هي ميكانيزم معين وبتاع دي نفدت من السوق من كتر محبتنا في الخيال اللي ظهر في المسلسل كان خيال علمي رائع وكان مؤلف رائع الأستاذة سميحة عبد الرحمن كان عندنا عم فؤاد نجم النجوم كان عندنا الأستاذة نيلي في لعبة كان عندنا الخيال العلمي في الكتكوت الأخضر كان عندنا الليلة الكبيرة صلاح جعين الأستاذ العظيم الذي أتعب من بعده الأستاذ صلاح جعين والفنان الجميل الأستاذ سيد مكاوي كان عندنا ناس صناعة 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 ولذلك أنا أعتقد أن أنا من الأطفال في سن الطفولة كنت من الأطفال المحظوظين لأن كان فيه مؤلف مصري ومخرج مؤلف مصري القوى النعيمة رأس رأس القوى النعيمة هو المؤلف عجر زاوية القوى النعيمة لأي أمة لأي أمة بتكافح إحنا أمة الآن بتكافح نحن الآن وإحنا عاديين في قلب البرنامج أمة تكافح من أجل الاستقرار من أجل النهوض من أجل العلم لابد الاهتمام في المؤلفة وأنا أعتقد أنه دي مسئولية مؤسستين فيما المؤسسة الأولى هي وزارة الثقافة والمؤسسة الثانية هي مكتبة الأسكندرية لابد أن يكون في دبلومة أو معرفش يعني لمدة سنة لإنتاج مؤلف مصر أستدعيه ساعة الحاجة أنا عايز عن احتفالات 6 أكتوبر أنا عايز عن الطفل اليتيم أنا عندنا مدرسة اسمها مدرسة بحر البقر مدرسة بحر البقر تم تدميرها بالكامل في حرب الاستنزاف ومات أطفال أبرياء في منهم اللي نجا عايش النهاردة معاق لم يكتب عنها أحد لم يكتب إحنا أمة غنية بأحداثها أمة غنية جدا بأحداثها ومعندناش مؤلفين ده إحنا لو أعدنا نكتب كل يوم عايزين زمن إحنا عندنا أصلا ثراء في الأحداث وثراء في تاريخنا حتى بشكل عام سواء المعاصر أو الحديث لكن العرض اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة أستاذ موحي طبعا لو في حد من ولادنا بيتابعنا النهاردة فعايزين نقدم له رسالة الرسالة دي ممكن بس ممكن نقدمها حتى من خلال جزء صغير من العرض المصاري نشوفه عشان برضو حضركم تبقوا معنا في الصورة وتشوفه إحدى بنتكلم عن إيه ونشوف الرسال اللي حاول صناع العمل اللي هما يوصلوها دينا كمطلقيين أو حتى بالنسبة لولدنا كأطفال فراء الشرقة جوشك ويغفة ومصطور كميرتي ويحبيب كل شش 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 يمكن أنا وأنا بتفرج مع حضركم دلوقتي على الجزئة الصغيرة دي اتشدت جدا للموسيقى اللي أنا سامعها اتشدت للألوان وفكرة الطفولة اللي الواحد دايما بيحاول يرجع لها بيشوف أي فرصة كده عشان يستعيد بها ذكريات ماضي وأيام حلوة الواحد كان بيعيشها ومتشوق ليوم واحد منها دلوقتي هل ده أستاذ موحي الشكل العام اللي احنا شفناه ممكن يرجع واحد كبير لمرحلة طفولة ممكن يعيشك في الوقت بتاع طفولتك اللي انت بتحب تفتكرها طول الوقت أنا شخصيا شعرت بروح الطفولة وأنا بتفرج على العرض العرض كان دمه خفيف ومزيز وصير يدوبك على قد الأطفال ممدته أدي تقريبا تقريبا ممدته ساعة لخمسة حاجة زي تده يعني عشق أطول من كده الأطفال هيكمل معاك أصول المدهش اللي عجبني جدا معزلة اللي عجبني جدا حجم الأطفال اللي موجودين في الصالة الأب والأم اللي واخدين أطفالهم هذا الوعي الجميل عجبني جدا أطفال كلها أقل من ثمان سنين شيء كان مبهج ضحكتهم وهم ما بيتحكوا على أي قفة وتفاعلهم مع الأحداث كان شيء أنا عارف كمان أن الأفطال كانوا بيعمل لغة حوار ما بينه وما بين اللي قاعدين في المصر هبيتفرجوا سواء الأطفال أو الأهالي أوه ده صحيح يعني يقول لهم مثلا هنقول إيه مثلا فالأطفال تقول فالأطفال تقول هذه برضو خلت فيه نوع من التفاعل كانت كان فيه نوع من التفاعل وحتى كانوا بيختار هو حتى لو ما فيش تفاعل ما بين الممثل والطفل لاحظت أنا ملاحظة ما بيقول الممثلة أو الطفلة تختاري إيه فهو الطفل كان جنبي قال أنا أختار اللعبة الفلانية فعجبني هذا التفاعل وبعدين الديكور الديكور كمان كان مو بهج جدا يعني فكرني بديكور بيت الحلوة بتاع السحيرة الشغيرة بتاع قصة هانسل عن دي جريتل للأخوين جرام في ألمانيا تنفيذ الدكور بألوانه المبهجة الفععة اللي هو يشد العين يشد العين ويدفع نفسك لأنها تحس بارتياح صورة الغابة احنا ما عندناش غابات في مصر لكن صورة الغابة جات تحت مظلة دراسة متأنية الوردة هتبقى إزاي الشجرة هنا إزاي مستويات الأطوال بتاع الشجر الألوان المتدخلة في شكل غير منفر للعين يعني أعتقد أني أعتقد أني كانت تصميم الدكور للأستاذة نورة محمد وبرضو الملابس ملابس حضرتك تشوف هنا الملابس أعتقد برضو الملابس كانت للأستاذة ربما شيماء أبو سالم والإضاءة بقى الإضاءة عملت جو مبهج جدا كان للأستاذ محمد عبد المحسن أثروا العمل والإخراج في إخراج الحركة للخير والشر والساحرة والبتاع خلى الأولاد أكتف وهم عادين على في كرسيهم بيتفرجوا يعني كانوا وقفين يعني بعضهم كان واقف علشان من كتر مجدود بالزبط من كتر أنه مجدود العمل كان دمه خفيف وعمل لذيذ يعني طيب تعالي يا أستاذ موحي كده نسمع بعض الكلمات من المشاركين في العرض ونشوف وجهة نظرهم يعني أحد دلوقتي هي فقرة بنعرف الناس بالعرض المسرحي وبننقضه نقد موضوع سواء فيه إيجابي أو سلبي لكن أكيد سلماء العمل بيكون لهم رأي بيكون لهم رسالة حابين يوصلوها من خلال وجودهم فعملهم اللي هو في النهاية بيخاطب الطفل اللي بيكون حاضر أو اللي بيسمع حتى عن العرض المسرحي تعالوا نشوف يعني بعض الأراء ونرجع ليكم مرتين فالهول ما عندهمش حاجة وحشة لا هم هيقولوا لو العرض وحش هيقولوا وحش فإحنا بنعمل كل حاجة ترضيهم هما والموضوع ده أصعب كتير من أنك أنت ترضي حد كبير لأن الكبير هيجاملك الصغير مش هيجامل هيقول لك أنت ده وحش عرض وحش ممكن يزهق أصلا ويخرج من العرض مش هيجابلنا ويفضل قاعد مضطر لحد من العرض يخلص فخلاص لكن إحنا بنشوف ردود أفعال الأطفال في نفس الوقت وهم مبسوطين جدا وبيتحكوا جدا إحنا كبيرون بنبقى مبسوطين جدا على المسرح وتقتنا بتختلف أطفال ليهم طبع خاص يعني أنا ممكن في المسرحية بتاعتي يبقى فيه مثلا على سبيل المثال إفي الكبار كمان علشان القب لما يبقى يعد ما يبقاش قعد مستني يتفرج على مسحك الله يبقى هو كمان مستمتع بس الطفل ليه طبيعة فإن أنت تكذبه يعني على سبيل المثال فكرة الطفل بيحب إفي الحركي أكتر بيحب الشخصيات شكلها غريب الألوان الأصوات المفاجأات اللي بتحصل يعني ليه فان الطفل أن أنت تكذب الطفل ليه بعض المتطلبات مختلفة شوية عن العروض الكبيرة التعبير بالأطفال لينا بعد العرض يعني دي أجمل حاجة بتحصل إن حد يبقى فرحان بيك مش طفل مش حد بيجملك هو حد روحه حلوة وجميلة فبيجي بعد العرض يتسلم علينا ويتصور معينا بالنسبة للعرض ده هو مختلف في الوقت الحال اللي رحنا فيه بالنسبة موضوع التنمر هو بيتكلم عن التنمر يعني إن بنوصل الرسالة للأطفال إن الإنسان أو أي حاجة الجوهر اللي جوه غير الشكل مش كل الناس تاخد بالشكل يعني ممكن تلاقي حاجة شكلها حلو بس الجوهر بتاعها مختلف تماما طيب دول أفطال العرض المسرحي واتكلموا في جزئيات مهمة جدا إن الطفل مش بيجامل لو معجبوش القصة لا حينتبه وممكن في نفس الوقت يقوم ويمشي تعامل مع الأطفال فعلا صعب ممكن إحنا حتى في البرنامج هنا في أكتر من مناسبة كنت بس تضيف أطفال يعني عايز أقول لحضركم دي بتكون من أصعب حتى اللقاءات أو الحوارات اللي أي حد بيعملها فالعمل مع الطفل أو العمل للطفل هو شيء صعب جدا جدا فاللي بيقدر ينفزه بحرفية فأكيد بيكون واصل للقطاع اللي هو كان بيستهدفه فكرة التنمر كمان يا أستوى زموحي هم تكلموا عنها أنت أو أنت في الغابة أو في المكان وأنت بتتعامل مثلا مع لعب أو حيوانات أو عرائص أنت بتحاول تختار الأجمل من وجهة نظرك الأجمل ده ممكن يكون مبني على تفريق في ذهن الطفل فده رسالة برضو مهمة جدا أننا بنوصلها الأطفال لا للتنمر صحيح ولا للتنمر وكانت الفكرة اللي هي تقالت في آخر العرض اللي هي البني آدم بجوهاره ومش بمظهاره اللي هي إحياء روح الجمال تعاون يعني أن الطفل يرى الجمال الداخلي في صحبه لأن الحكاية بتاعت الغول دي هو مش غول أساسا يعني الغول هو في القصة الرئيسية الحقيقية هو مش غول هو إنسان طبيعي جدا من أب و أم طبيعيين لكن اتولد شكل غول فأبوه و أمه ربوه حسب المفهوم الغربي لحد ما بقى سنه 18 سنة وبعد كده قالوا له خلاص بقى أنت إيه روح تاني فكان الولد بيعاني من التنمر يعني وهو صغير بيعاني من زملائه من التنمر أنت شكلك مرعب أنت شكلك غول كده يعني فاضطر أنه هو يهرب على الغابة وجعت الحكاية بقى بتاعت الأميرة أنه هم شافوا جوهر بعض هو شاف جوهر الأميرة والأميرة شافت طيبة قلبه الداخلية ما بسطش الوشه لأنه غول أو بتاعه فروح الجمال أنك تبحث عن الجمال دي رسالة مهمة جدا للطفل ابحثها جوه صاحبك عن طبته وجماله ومالكش دواب شكله مهما كان شكله دي كانت رسالة مهمة برضو في العرض المصرحي عجبتني جدا أنت أكيد يا سوز محي هو حضرتك حاضر سمعت أهم همات الأطفال يعني أو حتى أحاديث جانبية صحيح ما عندوش فكرة أنه بيكون صامت عشان العرض الكمياء رهيبة جدا كانوا كتار جدا في المصر فهما أكيد بيتكلموا طول الوقت وصوتهم قد يكون عالي هل في أحاديث جانبية لفتت نظرك وانت قاعد كده بتتفرج وبتسمع الأطفال جنبك هما حبوا القط جدا لأن القط كان بيتنطط على المصرح هو حبوا الحمار يعني فيه شخصية للقط السحري وفيه شخصية للحمار فحبوها لأنهم كانوا الشخصيتين المسجدين فكانوا دائما يتكلموا عليهم وعلشان كده أنت تلاعظ الأطفال لما جم يسقفوا في نهاية العرض بقوا يسقفوا بحماس شديد جدا للشخصيات اللي اتفعلوا معاها في داخل العرض المصرح لا الطفل الزكي جدا وده أنا أول مرة أحضر عرض المصرح فيه كمية الأطفال الرهيبة دي يعني كانوا مصرح الطفل برضو محتاج احتمام جدا جدا هي فيه فيه حاجة في البنوك اسمها saving money أي أمة saving money بتاعها هو طفل أنت بتتدخر هذا الطفل بتعلمه بتربيه وبتشحنه بالشحنات الأخلاقية والوطنية علشان هو في المستقبل اللي حيمسك هو ده والله يا أستاذ محي الأساس اللي احنا أعتقد كلنا تربينا عليه وتلمسنا لازم برضو أفكر الناس بأهمية البرامج الموجهة للأطفال كان عندنا زمان بقى يعني زي ما حاجة عايز تقول قول ماما فاطمة ماما سامية ماما عفاف ماما ناجوة أسماء كتير مرتبطة وبابا ماجد ماما ناجوة عايز أقول لحضرتك الأسماء دي بخلاف الأسماء أننا احنا حفظينها وفاكرينها تعلمنا منها كتير قوي 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 يعني قيمة وأدب وأخلاق وطبعا الأعمال اللي كانت بتوجه للطفل زي الفوزير صحيح فوزير عمه فؤاد وفوزير وجده عبده وكانوا نجوم كبار جدا وبيهتموا نجوم كبار رقم واحد في مصر وبيهتموا بالطفل يعني دي مسألة لابد 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 نهضة أي أمة بنهضة وعي الطفولة فيها أنت لو سبت الطفل يترعرع أو يجبر بدون ما أنت محوته من جميع الجهاد بالخيال العلمي بالأسطورة بالوطنية بالوعي بالعلم كل شيء وبعدين النهاردة حيهرب منك على السوشيا الميدي بالضبط حيهرب منك لحاجات أنت في جنع عنها تماما حيهرب منك فأنا بأيدي أن أنا أربطه بحاجات بتقدم رسالة بتؤثر على شخصيته حتى فيما بعد بالضبط وعلى مستوى زمنه على مستوى الأدوات اللي هو شايفها قدامه يعني أنا مجيش أمارس وعي الطفل بمدرسة الستينات أو السبعينات أو الثماني لابد بمدرسة 2020 يا إما حيغرب منك طبعا زي ما بيقوله كل وقت وليه أدان طبعا أنا اتبسطت والله أننا أعرضنا حتى في البرنامج حاجة بتخص الأطفال لأن كلنا جوانا طفل صغير بيحاول يظهر في أي وقت من الأولاد ترجمة نانسي قنقر